من بوابة الأزمة الاقتصادية تنهال ضغوط الغربية على الحكومة التونسية لحل أزمة تدفق المهاجرين فالأوضاع الراهنة التي تعيشها تونس باتت تثير قلقاً دولياً من هاجس ضغط الهجرة في ظل رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتخاذ الخطوات التي يطلبها صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق بسبب ما يعتبرها إملاءات خارجية اليوم تدخل الولايات المتحدة على خط الأزمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وخلال مؤتمر صحفي مع نظره الإيطالي أكد حاجة تونس لمساعدات إضافية لتجنب انهيار اقتصادها وعارب عن أمله في أن تقدم الحكومة التونسية خطة إصلاح لصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق تقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي مرحب به بشدة حتى يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة لكن هذه قرارات سيادية من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة إذا كانت تريد تجنب السقوط في انهيار اقتصادي بلينكين أثنى على قرار الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية للحكومة التونسية تتجاوز المليار دولار مقابل مساعيها لوقف تدفق المهاجرين بلينكين وصف الخطوة الأوروبية بالمهمة على سبيل استقرار تونس والمنطقة ولأوروبا أيضا أعتقد أن ما فعله الاتحاد الأوروبي وإيطاليا هو خطوة مهمة نحن نؤيد بشدة إيجاد طريق للمضي قدما لأنه مهم لتونس وأعتقد أيضا أنه مهم للمنطقة ولأوروبا ولدينا أيضا مصلحة في نجاح تونس وأمام هذه الضغوط الأوروبية والدعوات الأمريكية لا يبدى الرئيس قيس سعيد استعدادا للرضوخ للضغوط المرتبطة بملف الهجرة لا سيما وأنه أكد صراحة أكثر من مرة أن بلاده لن تعمل كحارس حدود للدول الأوروبية شكرا